في السابقة هي الأولى من نوعها تعرض أشهر الجراحين بولاية جلمة الدكتور محمد ماضي إلى سقوط في فراغ مصعد مستشفى الحكيم عقبي من الطابق الرابع إلى الطابق الأول بعد تعطلها الدكتور ماضي تعرض حادث خطير بسقوطه من الطابق الرابع إلى الطابق الأول بسبب العطب في المصعد هذا العطب الذي تكرر أكثر من مرة كان طيلة يوم كامل يجري في عمليات لمرضى حتى الساعة الخامسة من نهار أمس لقد سقط ليلا من الطابق الرابع سقوطا بشعا في ظروف بشعة زميلنا هذا الدكتور ماضي ليه تجور ديسبونيبل ليه تجور ديسبونيبل يجيب تعيطلو على الساعتين يجيك تعيطلو على الوحدة الليل يجيك على بعض الصباح يلي تجور لا مدير المستشفى نفى وجود أي عطب في المصعد بينما أوفدت مديرية الصحة بالولاية لجنة للتحقيق في هذه الحادثة نحن نحمد الله أن هذه كانت حادثة بسيطة وين تم تكفل بهذا الطبيب نقوم بفتح تحقيق هذا الصباح والطباء المفتشين المفتشين تعملية السحرة همسير بلاس منه للطبيب العودة السريعة إلى العمل لأنه من خيرة الأطباء من خيرة الجراحين لهذه المستشفى وقدم خدمات جليلة وهو طبيب الرئيسي على المستشفى وفي ظل تضرب التصريحات والاتهامات يبقى الدكتور الجراح في حالة حرجة بقاعة الإنعاش الطبية إلى غاية كشف ملابسات هذه الحادثة اشتركوا في القناة